السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم في حلقة جديدة على قناة طيور فوق السطح ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون نكحة ومحققة لكم كل اللي انتم بتتمنونه النهاردة احنا جايين نتكلم عن مرض الجدري ومرض الجدري من اخطر انواع الامراض اللي ممكن تصيب الدجاج او الفراخ الرومي او الحمام او الكناريا او بعض الطيور الاخرى هنتكلم عن المسبب للمرض وهنتكلم عن فترة الحضانة وعن الاعراض والعلامات ويعني كل التفاصيل الخاصة بالمرض من البداية لحد النهاية وهنقول لكم ازاي نحصن القطعان بتاعتنا والطيور بتاعتنا من المرض سواء دجاج فراخ يعني او رومي ديوك رومي او فراخ رومي سواء ده او ده وطبعا الطرق دي بتنفع لكل انواع الطيور الباقية لازم طبعا نسيطر على المرض بكل تفاصيله وبكل مسبباته علشان خاطر المرض ده ممكن يرجع تاني في اي لحظة ويصيب القطيع بتاعنا تاني لكن قبل اي حاجة اعمل لايك على الفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان توصل لك كل الفيديوهات الجديدة اول باول عن طريق اشعارات مباشرة لك من اليوتيوب ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول زي ما قلنا ان الطيور المتأثرة بمرض الجدري ممكن تكون فراخ ممكن تكون رومي ممكن تكون حمام ممكن تكون كاناريا وممكن بعض الطيور الاخرى المختلفة المسبب للمرض ده فيروس الجدري وهو فيروس شديد الخطورة وقوي جدا 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 وسريع الانتشار فترة حضانة المرض بتتراوح بين من 4 ل 8 ايام من 4 ل 8 ايام دي الفترة بتاعة حضانة المرض ايه بقى الاعراض بتاعته او العلامات اللي بتظهر على الطائر فنعرف من خلالها ان الطائر ده مصاب بالجدري في النوع الجلدي منه بتظهر بثارات صفراء يعني قشور صفراء صغيرة على العرف والدليات مع وجود قشور تانية مختلفة في اماكن مختلفة وبيبقى فيه انخفاض فيه معدلات انتاج البيت انخفاض واضح جدا 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 ويعني بيوصل ساعات لانقطاع البيت وبتظهر الاعراض على 30 ل70% من القطيع ما بيبقاش القطيع كله بتظهر عليه الاعراض لان زي ما قلنا فترة الحضانة مختلفة والاعراض بتاخد وقت على ما تظهر ومش كل الطيور بتصاب بمرض الجدري في نفس الوقت هما بيتعدوا من بعض فالاعراض بتظهر على من 30 ل70% من القطيع نعمل ايه بقى عشان المرض ده اصلا 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 ما يجيش للطيور بتاعتنا احنا دايما بنقول ان الوقاية خير من العلاج وده مرض وقايته اهم بكتير قوي من علاج ويمكن تكون هي هي العلاج كمان في بعض الاحيان او في كثير من الاحيان احنا هنحصن القطعان بتاعتنا في الفراخ هنحصنهم في الفترة من 7 ل 12 اسبوع تمام من اسبوع السابع للاسبوع ال 12 وفي الرومي في الفترة من اسبوع الثامن للاسبوع ال 12 دي الفترة اللي لازم نحصن فيها القطعان بتاعتنا ضد الجدري لازم نقضي على مسببات المرض بقى يعني لو في نموس في المكان اللي احنا بنرب فيه لازم نتخلص من النموس ده فورا ما ينفعش نسيب اي حشرات موجودة في المكان لان الحشرات دي كلها بتنقل المرض وبتكتر العدوى وبتخلي الوسط البيئي اللي عايش فيه الطائر وسط صالح لتكاثر الفيروس وتكاثر البكتيريا فالمرض كده مش هينتهي ايفضل موجود في القطيع بتاعك فلازم تقضي على اي نوع من الحشرات موجودة عندك في المكان او في مكان التربية كمان لازم تقضي على التفايليات الخارجية اللي بتمص الدم وبتنقل العدوى بشكل مباشر وسريع التفايليات الخارجية احنا عارفين طبعا ان هي في منها انواع بتروح تمص دم الطائر فلما تمص دم الطائر وتروح تمص دم طائر تاني غيره كده العدوى انتقدت بشكل اسرع من الصاروخ من الدم للدم مباشرة فاحنا لازم برضو نقضي على اي تفايليات بتتكون واي تفايليات بتتكون في مكان التربية بسبب واحد تقريبا يعني او سبب متشاعب لاسباب وهو قلة النظافة او سوء الاهتمام بالنظافة لازم يبقى فيه نظافة مستمرة ودورية بيتبعها حاجات تانية بقى من تهوية جيدة بيتبعها تشميس للمكان لتطهيره من الفيروسات بيتبعها تغيير الاكل باستمرار وتغيير للمية باستمرار والاواني تكون نظيفة لعلافات وسائات وكل الحاجات دي تكون فيه نظافة مستمرة علشان خاطر نقضي على النموس والطفايليات الخارجية المصة للدم واللي بتنقل العدوى بسرعة الصاروخ طبعا لازم ناخد بالنا من حاجة مهمة جدا احنا هنجيب التحصين ده وهو بيناسب كل الطيور بنمس به المكان المصاب يعني بنحصن به المكان نفسه كل يوم لحد الشفاء باذن الله يعني لما الطائر يكون عنده القشور طلع مثلا في مكان معين او الجدري ظهر عليه في مكان معين بنمس المكان ده بالتحصينات تمام بنجيبها طبعا من الصيدلية التحصينات للجدري بنعالج بيها المكان نفسه مباشرة علاج مباشر تمام لكن العلاج ده عمره عمره ابدا 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 ما هينفع لو احنا ما قضناش على الاسباب المسببة للجدري وهي زي ما قلنا قلة النظافة وسوق التهوية وغياب الشمس خصوصا طبعا في فصل الشتاء لان في بعض الناس او كتير من الناس بتلجى في فصل الشتاء ان هي تأفل على الطيور يعني ظنى منهم ان هما كده بيحموهم من البرد هما بيحموهم من البرد بس بيكتروا غاز الامونيا جوا غاز الامونيا بيتراكم بيجيب امرات تنفسية فضلا عن كده هو بيلوث المكان وبيخليه وسط خصب جدا 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 لاي حشرات لاي طفايليات لاي حاجات تتكون في المكان تخليه قضر وملوث ويبقى خصب لاي عدوى او مرض موجود بين الطيور فلا واحد بس منهم عيب اي نوع من الامراض من الشرط الجدري هتلاقي المرض ده انتشر بين الطيور كلها بلا استثنى لاي حق يعني ولا طائر منهم هيفلت منه ده لانه هم عايشين في وسط خصب اصلها الحشرات هتنقل المرض من هنا الهنا فانت تاخد بالك من المسببات والحاجات اللي بتقود لمرض الجدري وبعد كده ابقى فكر انك تعمل التحصينات لانك مهما عملت التحصينات هيفضل المرض موجود هيفضل المرض موجود في المكان وفي الطيور وفي الحشرات اللي موجودة وفي الوسط الملوث اللي انت لسه ما عليكتوش في الطيور بتاعتك ده كانت فيديو بتاع النهاردة ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول عن طريق اشعارات مباشرة لك من اليوتيوب وما تنساش تعمل تعليق على الفيديو ده باي مشكلة بتواجهك في عالم تربية الطيور كل الفيديوهات بتاعتنا الفترة اخيرة كانت عبارة عن اسئلة لحضراتكم لانها مهمة ومترددة وناس كتير بتسأل عليها فعشان كده عملنا عنها فيديوهات ونشوفكم على الف خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته